بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اهلا بيكو شباب معكم عبد الرحمن ان شاء الله النهاردة هنتعلم خاصية مهمة جدا في الاكسل وهي ازاي ان انا اتحكم في ما يعرض على شاشة الاكسل من بيانات حتى لو كانت البيانات دي ضخمة وكبيرة جدا زي ما انتم شايفين كده حجم الداتا اللي قدامت انا دلوقتي شباب شغال على شاية اكسل بالمنظر ده باتوه في يعني انا ببقى عايز اتحكم في ايه اللي بيتعارض دلوقتي انا عايز دلوقتي البيانات اللي تخصت مسلا الربع الاولاني من السنة سيبك من موضوع الفلتر مش دل انا اقصده انا اقصد ان انا عايز اتحكم مسلا عايز اظهر هنا ايه الجزئية دي الجزئية اللي من هنا لهنا في التواريخ دي هيبقى اسمها مسلا الربع الاولاني او هيبقى اسمها مسلا ادارة اه فرع اه كزا او هيبقى المختص بها محمد او مختص بها علي فانا عايز اتحكم ان انا لما قول علي علي هو اللي بايع الكلام ده علي هو المسؤول عن الكلام ده اول مختار علي يظهر لي على طول الكاستوم فورمات او الكاستوم فيو اللي انا اخطر. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. طيب ازاي نقدر نضيف الكلام ده جماعة وايه هو كاستوم فورمات كاداة في الاكسل. انا دلوقتي موجود في قائمة فيو. موجود عندنا هنا حاجة اسمها كاستوم فيوز. كاستوم فيوز هي دي المكان اللي بقدر اضيف منه الاداة دي. طيب. اقدر اضيف ازاي بقى? ولياكم مسلا ان انا هعلم على الاداة اللي موجودة هنا دي. هقول له كده اد. هبتدي مسلا ان انا ادي اي اسم هنا. اللي هو ده. لاحز معاك كده السيل دي. السيل دي خادت الاسم ده في الكاستوم فيو. اللي هو الايه ايه ده. بقى مختص بالسيل دي. انا عايز امساوها اقول له دليت. اقول له اوكي. هاي. فين الاداة اللي انا هشتغل عليها? هقول له مسلا من اول اه هنا كده لغاية هنا. ده بتاع مايكل. وايه في امريكا? مايكل اشتغل في حاجات تانية في البوتلز والكلام ده بس هو هنا في السوفت درينكس. فانا ممكن اعمل ايه? ممكن ناجي من الكاستوم فيو. وبتدي اقول له اد. وهاجي هنا في النام وهقوم ايل له ايه? مايكل. هنسميها باسم مايكل. الميزة في الكلام ده جماعة ان انا مش هاعد كل شوية اعمل او اتوه او الكلام ده. لا انا خلاص ميزت المكان ده بمايكل. طيب ايه تاني? مسلا تحت بقى خالص كده في الجزئية دي بتاعة ام بالبوتلز. فممكن اعلم كده. على الجزئية بتاعة البوتلز. اللي بقها مسلا في اوروبا. وقوم رايح برضو مديها وقال لها وقوم كتب عليها مسلا بوتلز. او بوتلز. اقول له اوكي. ايس على كده بقى اي حاجة تانية موجودة في الشيط ده. طيب تقدر انت بقى تزبط الكلام ده او تجيبه ازاي? او تقدر تشغاله ازاي? شايفين يا جماعة حجم الداتا عامل ازاي? لو احنا قدرنا ان احنا نصنف الكلام ده من غير موضوع الفلتر اللي ممكن مسلا ايه? انا عايز صنف من هنا على امريكا. ماشي هيظهر لك كل البيانات اللي في امريكا. عايز صنف اللي في امريكا اللي تخص مايكل اللي يخص اللي في الفين واثناشر اللي. في بدل ما نقعد نفلتر 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 لا هينفعنا جدا. طيب بيزهر فين بقى الحاجات اللي احنا عملناها دي. اولا هي بتضاف مش موجودة قدامنا هنا. بنضيفها ازاي? بنخش من قائمة هننزل تحت هنا على من اوبشن هنخش على او شريط الوصول السريع. هنا دي او الاوامر المشهورة هفتح السامة ده. وهقول له لا انا عايز اوامر مش في الريبون. هبتدي انزل عند هبتدي انزل تحت هنا كده. نلاقيها هنا. وهنقول له او اضافة. هلاقيها اضافت معايا في هقول له اوكي. هلاقيها زهرت معايا فوق هنا يا شباب في الكويك اكسل. طيب انا موجود تحت خالص خالص اهو. عايز اوصل للبوتلز. بفتح كده. السامة ده. بقول له بوتلز. اه. وداني على طول في المكان اللي فيه البوتلز. طيب انا موجود برضو تحت هنا وعايز اوصل مسلا لمايكل. اقوم رايح مختار مايكل. لاحظوا معايا قدرت ان انا اصلنا في البيانات واتحكم في حجم بيانات كبير جدا جدا. ومن غير الفلتر. اتمنى تكون الاضافة دي فادتكو. ان شاء الله انا متأكد ان هي هتمفعكم جدا في اشتاتك كبيرة من النوع ده. وباذن الله نشوفكم في فيديو جديد ومهارة رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.